السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في فيديو جديد على القناة اليوم ان شاء الله بيت نشارك معكم واحد الحيلة او لواحد الافكار اللي ينفعوني انا شخصيا في المطبخ ديالي وكذلك يوفروا لي الوقت بالزب فهذه الحيلة اولى الطريقة كتخص القصبور والمعدنوس والكرافز فمني كنشريوهم باش نقطعوهم كنحتاجو وقت كبير وكذلك باش نحتفظو بها في تلاجة هكذا مقطع فكيبقى كيخسر لنا اليوم ان شاء الله عندي لكم طريقة باش انا نقطعوه بكل سرعة وكذلك نحتفظو به لمدة اسبوع مقطعوه طريقة اللاجة بلا ما يخسر لنا فكيبما شفتو معايا اول شيء بالنسبة لشنوها نحتاجو بيت نشارك معاكم هاد الالة هادية راكم عارفينها ومتوفرة في الاسواق ديالنا والثمن ديالها ما كيتتعدش 30 درامو ولكن ولكن صراحة البنات انا شخصيا عجبتني بززف لان هنتني مجموعة ديال الحويش فكيفما كدلكم بالنسبة لتقطع ديال القصبور والمعدنوس كانحتاجو مدة طويلة باش انا نقطعوه وعاد كان كيش دلينا المهم وقت بززا فهاد الالة صراحة ايفيكاس فكيفما شفتو معايا خديت القصبور ولا خديت واحد الحزمة ديال القصبور ومعدنوس وضعتها في هاد الالة هادية وبقت كان ندور هكدا في اليد الفوق ديالها فكيفما شفتو معايا انا را ما سرعتش الصورة كيفما شفتوه وغدين قنق طع هكدا جيدا حتى غدي رجع لها بهاد الشكل كيفما شفتو معايا فشفتو ونضيغر حنا اللي قطعناه بادينا فالصراحة هاد الالة من بعد ان شاء الله غدينشارك معاكم استعمالات ديالها في المطبخ والمنيش كتهنيني المهم كيفما شفتو معايا بعد ما كنحصل على هد شكل هاد ديال القصبور كنوضعوها هكدا في قراءة ديال الزج وغدينشوفوا معايا كيفا سوف نقطعه كنا كنا نضره على هذه الآلة كما قلت لكم عندها استعمالات عديدة في المطبخ ففي الصراحة انا فرحت بزاف لانني لقيتها مع الاسف ما انا ما شريتهاش بكريعد مؤخرا خديتها ولكن عندها استعمالات متعددة في المطبخ كتعاونني بزاف بزاف وهما فيهم دي مارك وتلم بعد ان شاء الله إلا عجبتكم الفيديو وقلوها ليه في كومنتر باش نوري لكم لاماك اللي خديت وشنوية مزيانة فيهم وكيف ما كنت لكم بالنسبة للثمن فراح ما كيتعداش 25 حتى 30 درهم فمن بعد ما قطعنا قصبور دينا وضعته كيف ما كنت لكم فقرعة ديزاش هنا اخليت واحد نسكة دية زيت الزيتون وخليت شوية دي الملح ومن بعد غدي نوضعها زيت الزيتون هاته على هاد القصبور هاده فبنسبة للناس اللي متوفرش عندهم زيت الزيتون بإمكانكم انكم تستعملوا زيت النباتية اللي كتكون عندنا هكتة في المطبخ وغدي نغرقو داك القصبور وغدي نوضع شوية دي الملح وغدي نخلط مزيان ومن بعد غدي نسكة القرعة ديالي وغدي نوضعها في تلاجال تحت هكدا كل ما حتاجيتها بالنسبة للسالد ولا بتواجنات ولا شيوات ديالنا اللي كان طيب وقوغ ديالنهار غدي ناخد واحد ملعقة بحل كده وغدي نستعملها في ركيب قطري مدة ديالأسبوع نتمنى ان هاد فيديو ان شاء الله يكون الاعجابكم ويكون خفيف ضريف عليكم وما تنسوش الاعجاب او لجيم او للايك وتبختجوا الفيديو مع الاصدقاء باش اوصل الفكرة لجميع اوصل الفيديو اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة